اشتركوا في القناة صباح الخير على كل مشاهدين صباح الخير يا نيفين صباح الخير يا نيفين النهاردة هنتكلم في موضوع الحسد والحسد قد ايه بيفرق في حياتنا هل بيسيطر على حياتنا قد ايه الحسد يا نيفين يعني مهم اوقات بيأثر فعلا على حياتنا بيأثر ازاي بسي خليل اول اصبح على مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال صباح التفاؤل والسعادة قبل ما نبدأ موضوعنا حابة اتكلم اقول حكاية كده صغيرة وهي عن مثل او اساس مقولة العين فلقت الحجر دايما بنسمع الناس بتقول العين فلقت الحجر فترى ايه الحكاية بتاعت المقولة دي او المثل ده الحكاية هي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بدأت كان فيه ستة عينها ويحشة قوي وكانت الناس كلها بتخاف منها هي بتحسد قوي فكانوا بيخافوا منها وفي يوم الايام هي زارة النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا الحسن والحسين لسه صغيرين كانوا اطفال ردة وبعد شوية طبعا الرسول قرر انه هو يغطيهم يعني يستبدلهم بحجر ويغطيهم بالحجر دوت على انهم هما يعني فهي دخلت وبصت كده طبعا بعينها على الغاطة دوت وطبعا اعتقادا منها انه هما الحسن والحسين بعد ما مشيت على طول اكتشفوا ان الحجر دوت اتفلق نصفين فطبعا كانت حاجة صعبة جدا وهي من هنا بقى بدأت القصة العين فلقت الحجر وبدأت الناس طبعا تقولها وناس كتير ما تعرفش طبعا يعني سبب المقولة دي او اساس المقولة دي بس هو ده السبب بتاعها انا حقيقة اول مرة اعرف القصة دي انا كنت فاكرة انه دايما يعني زي ما بنقول كده العين فلقت الحجر مقولة كده تقالت زي حاجات كتير قوي تقالت زيها يعني بس فعلا يعني فين انا اول مرة اعرف قصة الرسول وابدل الحجر وتفلق يعني تلعت قصة حقيقية تفلق طوستين الحقيقية يعني فلق العين فلقت الحجر بس خلولنا نتكلم في الموضوع اكتر وباستفاضة اكتر وهنتكلم عن العين والحسد وحاجات كتير قوي عنهم لكن بعض الفاصل استنونا ورجعنا لكم تاني ولست مكملين حلقتنا وموضوع حلقتنا النهاردة عن العين والحسد الناس كتير قوي بتتكلم عن العين والحسد لأيام دي لأنها بتأثر علينا بشكل سلبي للأسف لأن الحسد عموما هو طاقة سلبية زي إشعاع تردد حاجة بتطلع من شخص سلبي مؤذي أو قد يكون عارف أن هو مش مؤذي ولكن بتأثر فينا لأنها بيتمنى زوال النعمة اللي عند غيره يعني هو الحسد عموما تمني زوال النعمة أو حتى لو ما تمنيش هو بيبص عليه وهو نفسه تبقى بتاعته فقد إيه شرارة الحقد والغيرة والغل والحسد كل ده ممكن يدخل جوانا ويأثر فينا بطريقة سلبية ممكن تفسد أو تفقد حاجات غالية علينا بسبب الحسد وبسبب الطاقة السلبية اللي طلعت من البني إدم المؤذي ده عشان تدخل لنا وتأثر علينا خلوني أتكلم معيكم النهاردة عن حاجة مهمة وهي أنا دلوقتي لو رايح شغل لو عندي حاجة مهمة أنا عايزة أعمل حاجة في حياتي جديدة هل أنا أقول ولا ما أقولش يعني أنا دلوقتي أتكلم عليها ولا ما أتكلمش أروح انترفيو أقول أن رايح أقدم على شغل ولا لأ لو قلت أن أنا رايح أقدم على شغل من قبل حتى ما أروح يمكن ما تقبلش طب وليه أعرف الناس فقبل ما نتكلم عن الموضوع ده هنطلع فاصل ونرجع لحضراتك تاني استنونا ويرجع نالكم تاني وبنتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة عن الحسد يا ترى هو إيه الحسد؟ الحسد إن حد يتمنى زوال النعمة اللي عندك أو يستكترها عليك يبص على الحاجة بطاقة سلبية وتطلع منه شرارة يخسسك إنه انت ليه عندك دي انت ليه عندك دي وأنا لأ الفكرة في إنه لما حد يحس إن الحاجة كتيرة عليك ويستكتر نعمة ربنا عليك برغم إنه عندك حاجات تانية طبعا أكيد مش موجودة عنده والعكس فبيكون متضايق عنده غل عنده حقد جواه بيطلع طاقة سلبية دي توصل جواك وتأثر فيك وممكن تفقدك حاجة عزيزة عليك أو حاجة بتملكها من كتر ما الطاقة بتاعته دي قوية جدا وشرارة الحقد والغل دي مسيطرة عليه ووصلتلك جامد جدا الحسد طب أنا دلوقتي علشان ما تحسدش ولو حاجة عندي أقول عليها ولا ما قلش والله فيه ناس بتقول وفيه حديث شريف طبعا بيقول استعينوا على قضاء حوائقكم بالكتمن فأنا أكتم وما قلش ولا فيه آية تانية بتقول إن أنا وأما بنعمة ربك فحديث أقول ولا ما قلش هي دي الفكرة إن أنا ببقى مش عارف أقول إمتى وما قلش إمتى الفكرة في توقيت عرض النعمة عليك يعني توقيت عرض النعمة على الناس إنت دلوقتي لو إنت جاي لك شغل جديد تقدم في إنتروفيو مش لازم تقول قبل ما تروح يا جماعة أنا هركب التاكسي وروح أقدم على شغل لأ لما خلاص تقدم ولما تتقبل قول في التوقيت ده إنت بتحدث عن النعمة وبتقول إن إنت عندك نعمة جات لك من ربنا وإنت راضي بيها ومبسوط بيها فبتقول عنها وإنت مبسوط وبتدعي ربنا في اللحظة دي كمان إن محدش يبصلك عليها بطاقة سلبية تأثر على النعمة دي كلما كنت بتقول في التوقيت المناسب فأنت كده بتكتم في وقت مناسب وداري على شمعيتك تتقيد زي ما بيقولوا لحد ما تقيده وبعد كده أقول براحتك يا سيدي مش هيحصل حاجة مش هيجرى حاجة دي ربنا يسترع يعني هي دي فعلا النقطة مهمة جدا وفي ناس كتير قوي كانوا بتتلغبط ما بين الحديث وما بين الآية الكرآنية وبيبقوا مش عارفين يقولوا ولا ما يقولوش بس دي حاجة فعلا مهمة جدا ان انا اعرف الفرق بينهم وعرف امتى قول وامتى ما قولش وكمان انتي ذكرت كده في التعريف وانتي بتقولي الحسد وأنواعه يمكن قلتها باختصار كده بس فعلا فيه نوعين للحسد النوع الاول وهو اللي هو بنقول عليه كده ما يحسد المال لصحابه يعني دايما بتشوف عندك حاجة حلوة او عندك حاجة حلوة وبتحسدها كده من غير ما تقول ما شاء الله وبتبقى مش واخد بالك ان انت ممكن تأذي نفسك بس ده فعلا بيبقى هيئذيك او هيئذي حد بتحبه وانت مش قصد ان انت تأذيه ودي كمان بتبقى بنسميها يعني اللغبطة او ان انا ممكن احسد وانا مش واخد بالي مش قصد فدايما نقول ما شاء الله علشان فعلا ممكن نحسد ناس احنا مش قصدين خالص ان احنا نحسده اما النوع التاني وهو ده بقى اللي كلنا بنخاف منه تقريبا وبيحصل لنا كلنا وهو البناء ادم الحقود البناء ادم الحقود ده عزو بالله او يعني ده بيضيع الدنيا البناء ادم ده ممكن يحسدك وهو بيتمنى اصلا ان النعمة دي ما تبقاش عندك اللي هو انا مش عايزة عندك وخلاص ممكن يكون مش محتاجها اصلا بس هو كده يعني اذا وخلاص انا هحسدك وخلاص ففعلا ياريت يعني نقول ما شاء الله او نحسن نفسنا دقاءة اقلت بالله صح ومبارك للناس ايو بالضبط كده علشان دي بتبقى حاجة يعني مؤزية لدينا ومؤزية لغيرنا فالموضوع بيبقى صعب جدا بالضبط يا مونة احنا كمان لو حمدنا ربنا او امتنينا لكل نعمة عندنا ان احنا اصلا عندنا النعمة دي والنعمة دي واحد اثنين تلاتة وقعدنا فعلا نعددهم يعني لو قلنا عندنا نعمة الشغل نعمة البيت نعمة السكن اوقات الواحد ما بيبقاش عارف يا مونة ينسى او ما بيبقاش عارف من كتر مش مؤثر ينسى ينسى في حاجة انت قلتها مهمة قوي اللي هي الغبطة دي فعلا فيه يعني نوع من الحسد محمود اللي هو ان انا مش بحسد لقد نايمي بس انا مثلا هو عنده حكمة زيادة قوي او حد حكيم بيعرف يتعامل كويس بيحفظ قرآن مثلا على الناس الفقرة فدي من الحاجات اللي هي محمودة دي ممكن اوكي مجيش مشكلة فعلا كل الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نبقى مركزين قوي في حياتنا ومركزين في الطاقات اللي بتدخلنا عشان تبقى حياتنا احلى ونقدر من خلال حتى تحسدنا ما تحسدناش احنا عايشين ومكملين ومكملين الدنيا حلوة يعني مش لازم نحس ان احنا احنا هنفضل نتحسد احنا خايفين قوي انا هتحسد انا مش هعمل حاجة في حياتي عشان ما تحسدش بيوقف حياته فعلا بسبب ان هو خايف ان يقول مثلا جايب موبايل جايب بيخبيه بيخبي كل حياته ايوه بيخبي كل حياته فالأسف بيمنع نفسه من التطور ومن ان هو هيتقدم يعني نخلي بالنا بس ونسو اكدر فعلا لازم نخلي بالنا من الحسد ده عشان فعلا هو طاقة مش كويسة خالص ويا ربي يبدعننا كلنا بتفكر ان ده هيمنعها من الحسد وهي بتبقى رموز كده معينة الناس خلاص مقتنعة تماما ان ده هيمنعهم من الحسد يعني فمن الرموز دي او من الحاجات دي اللي هي زي الخرزة الزرق مثلا الخرزة الزرق دي لها قصة كده يعني بيقولوا يعني ان هي كانت هي عين حورس او عند القدماء المصريين زمان هي عين حورس فالعين اللي بتحمي ودايما هتلاقيها في المعابد وهتلاقيها مرسومة كده على التوابيد بتاعتهم فدي كانت بعتقادهم زمان ان ده اللي هيحميهم وده اللي هيمنعهم من الحسد ومن الشر وده اللي هيطرد كل حاجة وحشة يعني وكمان الاتراك دلوقتي بيستخدموها كأكسيسوريز مثلا وهم مقتنعين ان العين الواحدة بترفت الانتباه فبتخلي الشخص الحسد يركز عليها وما يبصش بقى البقية جمال جسمهم او شكلهم او شغلهم فدي رمز كمان يعني من الناس اللي بنستخدمو وكمان في حاجة تانية وهي حدوة الحصون حدوة الحصون دي لها قصة كده يعني هي خرافة بس هي يعني بدأت من عندها يقولوا ان كان فيه زمان في بلاد الغريق حداد بسيط كده وكان الحداد ده هو اللي بيسمع الحدوى يعني بتاعت الحصون فدخله الراجل وقال له ان هو عايز يعمل حدوة فبص على رجله لقى ان رجله مشققه وسودة وكلام ده فقدرك ان هو الشطان فقال له اه فقال له انا خلاص هعمل لك حدوة الحصون دي بس يعني هسبتك في الكرسي علشان ما تتحركش فسبته في الكرسي فعلا وبدأ يدق على رجله لحد ما نزف دم كتير فبيقول بقى ان الناس حطها على باب الشقة علشان الشطان وهو داخل باب الشقة يشوف الحدوى دي فيفتكر الموقف فيبعد يجري يمشي فدي برضو قصة يعني من اول حاجة خالص بدأت حدوة الحصان والخرز الزرق وكف بقى خمسة وخميسة ده ما هتلاقي نفسك تلقائي كده او محد جاي يحسبك نفسك تقول له خمسة وخميسة ما تبصليش كده مش عارفة ايه فده برضو يعني حاجات كده هتلاقيها بتقولها كده وبتقتنع بيها حتى وانت اصلا مش عارف معناها او مش مقتنع بيها بس انت خلاص انت ورستها بقى لك سنين فخلاص انا هكتنع بيها وهصدق بيها وهعمل بيها ايوه فعلا في الحاجات اللي هي الكف مثلا اللي بنلبسه ايوه 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 بنحب نلبسه بس مش كاعتقادا ان هو بيمنع الحسد بس ممكن هو بيدي طاقة ايجابية اكتر بيمنع طاقة سلبية لكن مش مش في حتة ان احنا ايوه ممكن ناخده كاكسيسوري مثلا يعني هو بقى شكله ولذيذ وجميل بالضبط يعني معظم الكسورات دلوقتي بيكون فيها يعني الالوان الزرق كتير والعيون الزرق كتير ومعظمها بنلبسه فعلا عشان احنا بنحبها وفعلا اللون الأزرق جاي من الميا والطاقة الحلوة وبيحاسسنا ان احنا مبسوطين وإحنا لابسين حاجة فيها لون أزرق بتضيف على شخصيتنا اليوم ده حاجة حلوة بس مش عشان الحسد يعني بيكون مختلف شوية يعني بيفتط لعين يعني وبيلقط العين فعلا فده بيفرق وبيلقط العين فعلا دلون الأزرق فنحبين نتكلم بقى عن أعراض الحسد يعني احنا كتير جدا بنبقى محصودين ومش عارفين أو عندنا أعراض معينة ومش عارفين الأعراض دي بتاعت ايه ففيه أعراض كده معينة يعني الأبحاث والدراسات كمان قالت عليها إن فيه نوع مباشر ونوع غير مباشر النوع المباشر ده اللي هو حد شافني بعينه وعجبه حاجة جدا فيه زي مثلا تكون واحدة شعرها حلو جدا وشعره طويل وجميل وتبدأ صاحبتها تقول لها الله ده حلو قوي ده تحفى بس يعني تحفى بالزيادة شوية فطبعا بتحسدها فده نوع برضه من الأنواع اللي هي نتيجة ليها هيحصل أعراض بعد كده كمان فيه النوع الغير مباشر وهو اللي بيكون حد مش موجود يعني هو بتفكيره بس بيحسدني فدوت اللي هو بقى مش عارفة هو نيهون بالزبط اللي بيحسدني يعني بقى مش عارفة مين الشخص دوت ولكن للأسف بيبقى فيه نوع من الحسد الأعراض بقى طبعا اللي بنحس بيها ممكن نحس بنوع من الخنقة بنلاقي فجأة فيه خلافات عائلية ما نعرفش عنها حاجة أو ملهاش مبررات أصلا فجأة ظهرت في البيت كمان ممكن نلاقي نوع من الحزن أو الاكتئاب اللي هو بيخلينا بنعيط من غير سبب مش عارفين ليه فيه حاجات كنت بحبها قوي وبحب أعملها فجأة ما بقيتش بحبها وفقدت الشغف فيها فكل الحاجات دي أعراض فعلا بتحسسنا نحن محسودين لازم ناخد وقفها ولازم نحن يعني نتحصن طبعا ونقرب من ربنا أكتر عشان نقدر نمنع الطاقة السلبية اللي وصلت لنا يعني كمان يبتئذي فعلا حتى يعني مش بس الحاسد مش بس المحسود كمان الحاسد بيتئذي طيب هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني استنونا المشاهدين ولسا مكملين معاكم برنامج بيقولوا عن موضوعنا الحسد والعين اتكلمنا قبل الفاصل عن أنواع الحسد وطرق الوقاية منه واتكلمنا كمان عن رموز خاصة بالحسد والخرافات اللي يعني ناس بتعتقد بيها خلينا اتكلم دلوقتي عن طرق الوقاية من الحسد وهي بتتمثل بخطوات بسيطة كده وهي أن أنا لما شوف حاجة عجباني أو حاجة منبهر بيها أو حاجة في شخص قدامي جميلة فأن أنا أقول ما شاء الله أو تبارك الله وأما النقطة التانية أن أنا أدعي له بالبركة وأن ربنا يزيده ولو أنا محتاجي الحاجة دي أدعي ربنا أن هو أكون عندي نفس الحاجة دي أو يرزقني بيها وكمان يبرك له وهو كمان فيها عشان ما أأذيهوش ولا كمان أأذي نفسي يعني الحسد طبعا نحن عارفين هو بيأذي الشخص ده وبيطلع زي ما قلنا طاقة سلبية فبيأثر علينا جامد وكمان فيه طرق وقاية أكتر ممكن نقولها يعني طبعا أنا أكيد فيه طرق وقاية كتير قوي تخلينا نقي نفسنا من الحسد من خلال مثلا ممكن بقى من خلال برمجتنا إحنا أصلا لنفسنا وعقلنا إن إحنا نحس إن إحنا مفيش حاجة هتقدر تضيع حاجة حلوة من إيدينا يعني إحنا لو في علاقة كويسة مفيش حاجة هتدخل طاقة سلبية تخلي العلاقة دي تتكسر إحنا كلما نحس إن إحنا اللي جوانا ده ممكن ما يزولش بسبب طاقة معينة دخلالنا خلاص ساعتها هنقدر مفيش حاجة تقدر علينا لما نكون عندنا يقين إن ربنا حافظ وحفيز وهيقدر يعني يمنع أي شر عننا ساعتها بس هنحس إن إحنا من جوانا رضعين ومطمينين ومش شايلين هم الحسد قوي كمان ممكن إذي الحسد حجمه يعني هو ولا حاجة مهولة جدا ولا هو حاجة مش موجودة بالعكس ده هو حاجة موجودة جدا يعني فيني يعني بالضبط هو كمان فعلا شيء مؤذي جدا الحسد دوت وناس كتير قوي بتتأثر بي وللأسف بيقولوا إنه هو خرافة لكن هو مش خرافة ولا حاجة هو العين حق يعني ومذكورة في القرآن فما ينفعش إن إحنا نقول إن هي حاجة مش موجودة بالعكس إحنا في ناس كتير قوي أمثالة كتير قوي قدامنا بنشوفها بتكون مؤذية زي بيحصل لهم مشاكل كتير وقت حلقتنا للأسف انتهى بشكركم جدا جدا أعزائي المشاهدين وبشكر زمايلي الأعزاء رانيا جمال وناشحاتها وإن شاء الله استنونا كل يوم أربع الساعة 11 ونص بإذن الله دمتم في رعاية الله